افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري المعرض العلمي الثقافي الأول الذي يقيمه فرع معهد مين ناشر للعلوم الصحية بمديريات سيونة وطاف الوكير العامري ومعه وكيل محافظة حضرموت الحكم سالم بن شرمان في أقسام المعرض متعرفا من الطلاب والطالبات على أبرز أهداف المعرض وما يحتويه من إبداعاتهم المنبثقة من ما يعلم لهم في مستويات المعهد في أقسامهم المختلفة هذا وافتتح وكيل المحافظة معمل الحاسوب بالمعهد والذي تم إنشاؤه بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان منطلعا على أبرز الخدمات التعليمية التي سيغطمها المعمل للطلاب